أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد وقحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه المستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم دعاء اليوم الأول والثاني من شهر رمضان حتى نكون إن شاء الله على بين وهو اليوم الأول الآن من شهر رمضان والليلة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعفو عني يا عافيان عن المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من صخطك ونقماتك ووفقني فيه لقرات آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بارئ النسام سبحان الله المصور سبحان الله خالق الأزواج كلها سبحان الله جاعل الظلمات والنور سبحان الله فالق الحب والنوام سبحان الله خالق كل شيء سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرام سبحان الله مداد كلماته سبحان الله رب العالمين سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر منه يبصر من فوق عرش ما تحت سبع أراضين ويبصر ما في ظلمات البر والبحر لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تغشي بصره الظلمان ولا يستتر منه بسيث ولا يواري منه جدار ولا يغيب عنه بر ولا بحر ولا يكن منه جبل ما في أصله ولا قلب ما فيه ولا جنب ما في قلبه ولا يستتر منه صغير ولا كبير ولا يستخفي منه صغير لصغره ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه التسبيحات في كل تسبيحة يؤمر فيها من قبل الإمام الصادق عليه السلام والنبي في كل تسبيحة عشر تسبيحات يعني يسبح الله سبحانه وتعالى في مراتب التوحيد وكيف الإنسان يصل إلى هذه المعاني ذكرنا في جلستنا السابقة مسألة شرعية أيضا قلنا النية إما أن تكون لكل الشهر ينوي يقول أصوم هذا الشهر المبارك قربة إلى الله تعالى إن شاء الله بصوم مقبول أو في كل ليلة يقدرهم ينويهن أثنينهم المستحب أنه الإنسان في هذه الليالي والأيام من هذا الشهر أن يجهز حتى الأطفال حتى الأطفال الصغار لو يكون الإنسان يعني إذا كان عمره تقريبا بالست سنين سبع سنين يعودهم على الصوم ولو من الأكل ولو من بعض المأكلات والمشعوبات حتى يتقوى ويقدر إن شاء الله في المستقبل يكون من الصائم هذه بالنسبة لهذه المسألة الشرعية نسأل الله سبحانه وتعالى مما يستحب في هذا الشهر وهو أنه الإنسان يتصدق في كل ليلة وتصدق هنا لا تكون بالمال فقط أولا عند الإفطار يقرأ يقرأ صورة التوحيد الإخلاص قل هو الله أحد وهذه عندنا رواية فيها 11 مرة لسلامة الإمام الحج عليه السلام عند الإفطار قبل الإفطار وهذه الساعة التي يتجول بها وعليها العرفاء الصالحون المؤمنون حيث أنه يقولون فيها بركة وفيها استجابة دعاء خاصة قبل الإفطار الإفطار يكون أيضا على تميرات إذا الإنسان يفطر على ثلث تمرات أو خمس تمرات إذا كان التمر صغار حبة صغيرة يعني صغيرة أو سبع تمرات والتمر أكل التمر يفيد لأمور وحدة منه انقوام الجسد هذا الذي لا كلامه فيه لكن عندنا روايات من يخشى السحر من يخشى العين من يخشى الحسد من يخشى الأمور التي لا يرتئيها لنفسه لا يريدها لنفسه فعليه بأكل التمر يفطر حتى لو كان غير صائم الصبح إذا يقوم في أيام غير شهر رمضان يقولون لأكل التمر حتى الله سبحانه وتعالى يشافيك ويبعد عنك هذه الأشياء ذكرنا خطبة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم برواية يرويها الصدوق رضوان الله تعالى عليه وللصدوق قصة إن شاء الله في مستقبل الأيام نذكرها ونذكر القصص التي تحيدنا إن شاء الله في هذا المجال حيث الصدوق سلام الله عليه ولد بدعاء الإمام الحجة يعني طلب أبوه وكان آنذاك في زمن الغيبة الصقرة طلب من أحد النواب ودعا الإمام سلام الله عليه لكي يكون هذا الإنسان الكبير والفقيه والمؤلف والراوي والإنسان المخلص يروي هذه الرواية إن شاء الله نذكر هذه الحالة وهذه القصة حول الشيخ الصدوق في مجال آخر يقول عن الإمام الرضى يروي هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الإمام الرضى عن آبائه عن أمير المؤمنين كأنما معنعنت الرواية وتعنعن هذه الرواية بسند مثل ما يقول ذهبي لأنه عن الإمام الرضى عن آبائه عن أمير المؤمنين وأمير المؤمنين عليه وعلا أولاده السلام وآلاف التحية والثناء يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة لربما لم نحظى بشيء من تفاسيرها أو من الإشارات التي فيها جدا عجيبة وقريبة والنبي صلى الله عليه وسلم دائما في هذه الأبواب يذكر صلى الله عليه وسلم ما يفيد به أمته وما يفيد به الإنسان لأنه هو الرحمة المطلقة وما أرسلناك إلا رحمة إلما للعالمين من الأولين والآخرين من عوالم قبل الوجود المادي أو قبل عالم الدنيا وعوالم ما بعد الدنيا الموت والبرزخ والقيامة وإلى ما هناك وما فيما بين هذه المراحل لهذا يصف لنا هذا الشهر وهذا الشهر سبحان الله فيه أمور لا بد من التدبر فيها يقول هذا الشهر أول ما يصفه أقبل إليكم أول شيء يقول شهر الله شهر الله هذا ولما يكون شهر الله فله ميزة خاصة له أمور خاصة له صفات خاصة ثم يقول أقبل إليكم شهر الله وهذا الإقبال بأي شيء أقبل هذا الشهر الذي تسميه يا رسول الله بأنه شهر الله بأن هذا الشهر شهر الله يقول أقبل إليكم كأنما يحمل معه كأنما يعطي كأنما يزف معه هذه التهاني لمن يستقبله من يريده من يقوم بواجبه بالبركة وبالرحمة والمغفرة فيه يأتي إليكم حاملاً البركات حاملاً الرحمات حاملاً للمغفرات ثم يقول في مقطع بعد هذه الجملة وهو يصف هذا الشهر في وصف هذا الشهر وهو عند الله أفضل الشهور مع الشهر كل شهر إذا نقضى على القمر بين 29 و 30 يوم فهذا الشهر نفس الشيء لكنما أفضل منها وهذه إن شاء الله نذكرها وأيامه ثم لم يقل أفضل الشهور ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم بل إنما يقول وأيام هذا الشهر أفضل الأيام فيه نفس الشيء سبت أحد أثنين وثلاثا أربعاء وخميس وجمعة لكن يقول أيام الشهر هذه الأيام الأسبوعية هذه الأيام أو بالعدد يوم الأول والثاني والثالث إلى ما هناك إلى 29 أو 30 أفضل الأيام وليالي أفضل الليالي ما قال ليلة أو ليلتين أو ليلة القدر التي فيه لأنه حتى عدنا في روايات أن ليلة القدر بعض العلماء كالمرحوم صاحب البحار المجلسي يقول لقد وردت الروايات الكثيرة فأردت أن أعمل بالإحتياط فأحييت سنة كاملة بأعمال ليلة القدر سنة كاملة كل ليلة مع مشغولياته ومع كتاباته ومع تأليفاته ومع تدريسه ومع نبوغه ما إجاب بس كتاب لا لا يقول لهذا لكن الليالي هذا الشهر مهما كانت الروايات حتى في ليلة القدر في غير هذا الشهر فنرى هذه الليالي يصفها رسول الله أنها أفضل الليالي ثم يأتي أكثر من ذلك ويقول لا بل ساعات هو أفضل الساعات ساعات هذا الشهر أفضل هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله سبحان الله هنا للعلماء هنا لأهل المعرفة هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله المرحوم المجتهدي يقول كان طالب حوزة وهو كان بن نجف أيضا وهذا المجتهدي أيضا توفي قبل سنين قليلة يعني من المعاصرين زين في عصرنا هذا كان هذا الإنسان العجيب الذي الإمام الحج عليه السلام يبعثه إلى بعض الناس لحل مشاكلهم مو بس المسلمين بل إنما يوم من الأيام يكتب إلى دكتور أحمد من الذين من الطلاب الذين يدرسون في ألمانيا يكتب كتاب يقول دخلتها هذا الدكتور أحمد يقول أنا جئت من الجامعة فرأيت في بيتي في شقة كتاب رفعت الكتاب من الباب جلات تينا الظاهر يقول وإذن به بخطه الشريف المرحوم المجتهدي كاتب أنا في كذا مكان وعلى ذلك الجبل عند هذا البيت فإذا رجعت ورأيت رسالتي فأتي إلي يقول أنا رحت وكانت أيام الشتاء ولقد نزل الثلج كثير بحيث أنه ما أدري وين أذهب فأنا وتحت المكان الذي أشار إلي فصحت بإسمه الشريف مولانا شيخ مجتهدي أنا هنا يقول وهو من فوق قال تعالى اصعد من هذا الطريق اصعد وإذن به عند جماعة من المسيحيين امرأة سلمت عليها تكلمت معها قلت ما الخبر قالت إن ولدي هذا أصيب بالسرطان سرطانه بالحنجرة سرطانه في مناطق أخرى من جسمه الظاهر بس الأكثر في الحنجرة بحيث لا يأكل لا يشرب ما يقدر بعد هذا فطلبت من المسيح أن يشافيه فهومت عيناي بالنوم لما طلبت من المسيح وأمه العذراء مريم لأنها مسيحية كانت فقال المسيح والعذراء إنه أنتم في زمان لسيد المرسلين لخاتم الأنبياء فله ولد واسمه مهدي آل محمد اطلبوا من ذاك فإنه يشافيه فأنا ما أدري لكنما قالوا وسمو لي اسم النبي وصفوا للنبي سمو الاسم وقالوا اسمه محمد هذا خاتم الأنبياء واسم ابنته فاطمة توسلي بالنبي وفاطمة والمهدي فتوسلت وبعد التوسل بشيء رأيت هذا الرجل في بابي فقلت هذا المسيح فقلت أنت المسيح قال لا أنا ممن بعثني إليكم صاحب العصر والزمان المهدي ابن فاطمة وابن رسول الله ابن بنت رسول الله الذي أنت دعيته في اسمه فعلى أي من بعد مدة يقول ذهبنا وكنا هناك جلوس وطلب هذا الفتى هذا المريض ابنها المريض طلب الأكل بعدما كل عن الأكل وابتعد عن الأكل وصام عن الأكل لشدة مرضه لم يقدر يأكل امتنع عن الأكل يعني فجابت لأكل وأكل من بعد كم يوم ما ما أكل هو فمن بعد مدة وإذن بالشيخ أيضا هناك أمام شقة يطرق علي الباب وهو يقول بعد السلام والكلام دعنا نذهب إلى هؤلاء فلما جئنا فسألته سؤال أم ذلك المريض والولد بعد شهرين ثلاثة بكامل صحته قالت سيدي مولانا أيها العالم أني سمعت ثلاثة أسماء من عيسى عليه السلام وطلبت منهم أن يشاف ولدي لكن أنت لما جيت وضعت يدك تحت منك بولدي تحت ظهره ورفعته فقلت كلمة قلت اسما من هذا الاسم فأنا أصررت عليه قال والله قلت بيا علي فقومه الله وشافه بيا علي هذا المرحوم المجتهدي بعض الأحيان يأتي في كان أحد الطلاب يقول لم يكن لدي أكل ولا شرف فبقيت على هذه الحالة وأنا في المدرسة وإذن الشيخ المجتهدي جاء إلي وأعطاني من الأكل وقال بعد هذا أن أمير المؤمنين يقول لم تجع بعد هذا أو لا يصيبك شيء لمسألة الطعام يعني طعامك إن شاء الله دائما يكون عندك وصفرتك مثل ما يقول غنية فيسأل هم الدكتور وهم هذا الشيخ الدكتور يسأل يقول مولانا كيف تهتي وأنت بحالة مرض وتعب يقول لقد بعثني الإمام الحج عليه السلام شاهد أن هذا العالم عالم فيه ضيوف الرحمن وفيه من يقوم بضيافتهم وفيه إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى عبيدة لهذا لهذا في نطق في كلام في أمر من قبل رسول الله هو شهر دعيتهم فيه إلى ضيافة الله هذه الضيافة خاصة هذه الضيافة وقتها خاص زمانها خاص عبادتها خاصة هذه الضيافة داعيها خاص وإن كان المدعو بعض يقول كل من ارتأ هذا الشهر من فرائض رسول الله من فرائض شريعة رسول الله فإنه مدعو إلى ضيافة الله وجعلتم في هذا الشهر جعلتم يعني جعلكم الله فيه من أهل الكرامة من أهل كرامة الله سبحان الله الإنسان يكون من أهل كرامة الله فماذا يريد بعد ذلك وجعلتم فيه من أهل الكرامة ثم يأتي يقول من هذه الكرامة الإلهية أنه إحنا بعض الأحيان نقول والله فلان أو العالم الفلاني أو الشخص الفلاني أو أمي أو أبوي كان ذو نفس كان ذو نفس يعني إذا سبح إذا دعا قبل الله دعاء إذا أراد وطلب من الله جرى على هذا ابن الشيخ البهلول رحمة الله عليه قبل كم سنة أيضا توفى كان واحد من بعد ما توفى الشيخ البهلول جاب هاي القصة يقول احتاج الشيخ البهلول على المنبر إلى منديل أو كلينكس فيقول أنا ما كان عنده وكنت شاب بعدني ما أعرف شيء فكان عندي طائية كلاو مثل ما نقول عليه في الطيطة الطائية فتبسم بوجهي ونظر إليه نظرة عميقة فصارت أنه قمت أكون بخدمته دائما بخدمة الشيخ البهلول والآن هو متفون معه أيضا دفن معه فلأنه الشيخ البهلول على ما يروى أيضا من المعمرين وكان له من الكرامات العجيبة كان له نفس عجيب غريب إذا كان الطفل يبكي فيمد يده على الطفل بتلك اللحظة يتبدل البكي من الطفل إلى الضحك في كل مكان ولأي طفل فحبس وسجن في أفغانستان 16 أو 17 سنة فطالب به السيد الإمام وذاك الزمان الظاهر بأمر كانت من الحكومة الإيرانية أن يسجن هناك فكثيرا ما يروى أنه يأتون إلى السجانين ويقولون هل أفرجتم عن الشيخ البهلول يقولون لا هنا قالوا والله كنا معه الآن في السوق أو كنا معه عند المكان الفلاني فيذهبون إلى السج يرونه في السج له كرامات عجيبة غريبة كان يراعي الأكل من صفاته التي رأيتها وسمعتها منه ما في أحد يطلب منه الزيارة إلا ويأخذ العنوان على ذلك العنوان بتلك الساعة وبذلك اليوم يأتي إليك يطرق بابك وأنت لا تدري فكثير من الأشياء التي سمعناها عنه رأيناها منه يقول هذا الشخص لما أعطيت الطائية مالتي فأخذها تبسمه بوجهي فبعد أيام قال هل لك حاجة؟ هل لك أمنية؟ قلت هل من أحد يوجد على وجه الأرض من بني الإنسان ليس له حاجة ليس له أمنية؟ قال وما أمنيته؟ قلت أمنيتي وبكيت قلت أمنيتي زيارة الحسين وأيام حرب كانت بين الإيران والعراق قال اذهب واقتسل غسلته والبس ملابسك نظيفة يقول صنعت ذلك ثم قال اقرأ كذا وكذا إن شاء الله أفصله هذه إذا صار مجال في أمور أخرى في مجال آخر فقرأت ثم قال اعطني يدك فمشينا حتى وصلنا إلى مكان وقال اغمض عينيك حتى وصلنا إلى مكان قال افتح عينيك وإذن أنا في صحن الإمام فكنت كأنما نائم أو كأنما في حالة أخرى قال هذا لكن لا تخبر أحدا إلا بعد موت لهذا الإنسان يكون عنده نفس وبنفسه يكون تسبيح الله لهذا بعض يقولون الأنفاس التي فيها التسبيح يعني الأنفاس القدسية الأنفاس المعنوية بعض يقول لا هي هذه الأنفاس للصائم لأنه كرامة إلهية لأنه جعل للصائم للمؤمن للمسلم كرامة إلهية في هذا الشاهر فنفسه تسبيح فنومه عبادة فعمله مقبول فدعاؤه مستجاب لهذا قرأنا هذه الفقرات فالشيء الآخر يقول فسلوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه أولا الصوم في هذا الباب في هذا الأمر ترى مو شيء هينها هذه من البركات الإلهية على الإنسان أن يوفق لصيام حتى لو يعطل حتى لو يعزل حتى لو يسكر بعض الأشياء لأنه تأتينا الحسرة إذا لم نصوم لهذا في هذا الأمر حتى في الروايات حتى في الآذاب لهذا الصوم جعلت لدينا أمور كثيرة مثلا كيف يفطر الإنسان بالتمر كيف يتسحر ولا يدع السحور ولو على حشفة تمر أو جرعة من الماء وأفضل السحور السويق والتمر وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمستسحرين بالأسحار يعني اللي يتسحر عنده شيء من قبل الله للملائكة إن الملائكة إن الله والملائكة يصلون عليه كما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يقول يصلون على المستغفرين ويصلون على المستسحرين أهل السحور اللي يقومون للسحور ولهذا يستحب في هذا الأمر الإنسان أن ينظم نفسه أن يبرمج نفسه أن يبرمج أموره فليقرأ شيء من القرآن خاصة صورة القدر إننا أنزلناه في ليلة القدر ما من مؤمن في الحديث ما من مؤمن صام فقرأ إننا أنزلناه في ليلة القدر عند سحوره وعند إفطاره إلا كان في ما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله ولو مرة واحدة بينما العرفاء المرحوم الشيخ حسن زادة آملي ذهبت إليه على مرتين على سنتين أو أكثر أطلب منه الذكر في ليالي رمضان سنة من السنين قال عليك بصورة القدر وقرأها ألف مرة في كل ليلة وطبعا بداية أو في الليلة الأولى أو الثانية الإنسان يرى شيء يعني لربما من الكثير زمنيا يحتاج لطاقة أو عدم لكن من بعد يومين ثلاثة يشوف بأسهل ما يكون ولربما بأقصر ما تكون المدة وفي ليلة من الليال قال عليك بصورة كذا صورة الحديد أو صورة فأيضا لكن بعدد أقل بمئة مرة فهذه الصورة صورة القدر كلما ذكرها الإنسان لأن فيها الكشف لأنه الإنسان اللي يريد يكشف عن بصيرته عن بصره وبصيرته يقولون من الشروط في هذا الباب هي المداومة على ليلة القدر ومن قرأها ألفا عندنا بعض الأساتذة يقول ومن قرأها ألفا في كل ليلتين حتى بلق الليلة الثالثة والعشرين فإنه يكشف عنه ما يريد يكشف عن بصره وهذه كثير من الناس حسنا ما جايين بهذا الباب ولا نريد هذا الشيء أنه نخلينا سوق لكن الشاهد على أنه أعلم ابني أعلم بنتي أعلم أطفالي أعلم زوجتي أعلم أهلي إخواني أعلم الإخوان الكرام أعلم أصدقائي قبل الفطور هسا من تدعون حدا من ترحون أخل الطفل الكبير الزغير الكل قبل الصفرة قبل الإفطار يمد يده إلى السماء قائلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر الآية ويقرأ دعاء الإمام الحجة أو يدعو للإمام الحجة لتعجيل فرجه عليه السلام ثم هذا في السحور دعاء البهاء اللهم أني أسألك من بهائك بأبهاه عن الإمام الرضا عليه السلام هذا الدعاء مروي عن الإمام الباقر عليه السلام أو قيل روي عن الإمام الرضا وهو دعاء الباقر عليه السلام في أسحار شهر رمضان دعاء بحمزة ثمالي هذا الدعاء العجيب الغريب الذي معجون بعلم النفس علم النفس الإلهي علم النفس الاجتماعي علم النفس المتمعن في القرآن الكريم الذي يذوب فيه الإنسان حينما يعرض نفسه على أدوية الوحي على أطباء الوحي على كتب ترقية النفس من الوحي على كتب السماء ف عن أبي حمزة يقول كان الإمام زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل وفي شهر رمضان إذا كان السحر دعاء بهذا الدعاء الذي أوله إلهي لا تعذبني لا تؤدبني إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا أتمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك وأدعية السحر أيضا كثيرة يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غاية في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعة والمقيل عثرة دعاء إدريس الذي يرويه الشيخ والسيد في كتاب المصباح دعاء يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي هذه الأدعية وتسبيحات التي تروى في شهر رمضان المبارك كلها كلها فيض كلها جعل إلهي لها جعل إلهي كلها دعوة إلهية لكي تكون النفس إن شاء الله واردة في هذا الباب وتنزل مثل ما يقول منزلة الإنسان والعبد التائب والعبد المتمسك بمحمد وآل محمد لكي يرتقي هذه المدارج المعنوية في هذا الشهر الكريم وفي هذا الشهر الفضيل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ذيان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المني والبيان سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من توضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استغرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهلي مملكته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتها الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسار سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصرا ودليل وعين حتى تسكن وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أرحمتك يا أرحم الراحمين لرضة شهدائنا أمواتنا من مات على الولاي رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه